طيب عايزة اسألك عن يعني بدايتك بقى في الكرة حاخد الموضوع كده من الاول وبدايتك في الكرة وانت في ناجيريا ولسه صغير لعبت كرة ازاي؟ لم يكن ربما سهلا عندما بدأت ممارسة كرة القدم كان ابي لا يرغب ايضا في ان اصبح لعب كرة قدم وكان يهتم بذهابي الى الدراسة ولكي انهي دراستي بشكل جيد بعد ذلك لم استمع الى ربما نصائح والدي وكنت اذهب دائما من وراء ظهري ومن هنا بدأت كرة القدم وكانت هناك احدى الاكاديميات بدأت فيها مهمتي ومشواري ومن الاكاديمية بدأت العب كرة القدم في فريق كوراي نيتد ومن هناك تصل بي ايضا الوكيل وقال لي بانه يريد ان اذهب الى مصر يعني انت لعبت في ناجيريا؟ لعبت في ناجيريا دوري ومع فريق فارس ديفيشن؟ فارس ديفيشن وبعدين الايجينت بقى بتاعك شافك بقى وعايز يجيبك مصر انت كنت صغير غيرا سبعة عشر عاما كان عمري انا دك بعدين بقى جيت مصر يعني عملت اختبارات هنا ولا جيت بقى خلاصة على نادي الشرطة على طول خدوك انا جئت بعد اجراء اختبارات بالتأكيد اجريت اختبار كان مين مدرب بقى اتحاد الشرطة ساعتها؟ كابتل 3 يوس اه وخدك بقى على طول يعني انت لعبت وانت عندك 18 سنة في مصر ربما انتظرت لاصل الى 18 عاما نعم بعد ذلك بدأت بشكل رسمي الفترة ان انت روحت فيها اتحاد الشرطة كان فريق قوي جدا لعيبة جمدة جدا انا فاكر صلاح عشورو وإحمد ديودارو خالد أمر فيومي اه مين تاني لو تفتكر؟ اه ريدا ريدا عزب اه اه ايمن بوبا اه بوبا سامو الكيرا اه كانت فرقة قوية جدا للشرطة اه عادت دي فقا فتحاد الشرطة 4 يال 4 4 صنية هر باس